لحظة صمت لانه هقولك انا بفكر في ايه بصراحة عارف يقولك ايه راعني ما سمعته انا راعني ما سمعته ايه هو اللي راعني ايه اللي الذي بعث تلك الروعة في نفسي ايه اللي خلاني استغربت جدا لدرجة ان انا مخدود ناس مبارح شافت كل الناس شافت جلسة مجلس النواب كويس طيب وشافوا واحنا علقنا على دا وتكلمنا عليه ايه وعدنا نحلله انا كنت شايف انه دا وجه مشرق الى ابعد الحدود لمجلس النواب اللي بيمارس دوره الطبيعي بالمناسبة دا الدور الطبيعي لمجلس النواب ايه هو الدور الطبيعي لمجلس النواب كما ينص الدستور انه هذا المجلس يراقب الحكومة ويحاسبها وهذا المجلس يضع التشريعات والقوانين ويعدلها دي ادوار مجلس النواب ما عندهش دور تاني يقوم به غير هو دا الدستور قال له كده يا مجلس انت اللي هترأي بالحكومة يعني ايه الحكومة؟ يعني كل مجلس الوزراء في دولتنا العظيمة جمهورية مصر العربية ويا مجلس انت اللي هتعمل القوانين او تعدلها وتضع التشريعات وما الى ذلك وتم تنظيم ذلك بالقانون وباللواية الدخلية بتاعة المجلس الى اخيره طيب هل الجلسة دي جلسة مفاجئة؟ يعني لم نرى مثلها من قبل الحقيقة؟ لا رأينا يعني لازم تتذكر احنا كان عندنا مجلس النواب في هذا الفصل التشريعي وفي دور الانعقاد الاول خد بالك يعني اول دور انعقاد في هذا الفصل التشريعي في الجلسة الاولى الجلسة الاجرائية وبعد كده بتبدأ الجلسات العامة لمناقشة الحكومة فيما تقوم بيه وفيما قامت بيه في فترة ما قبل انعقاد هذا المجلس حقه يقولها انت في الفترة اللي فاتت عملتي كذا وكذا 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 وهتعملوا ايه في كذا وكذا 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 تقريبا على مدار اظن حوالي 17 جلسة اكتر حوالي 20 جلسة تقريبا اللي هم العشرين جلسة الاولى ما بعد الاجرائية في دور الانعقاد الاول كل الوزراء كانوا موجودين في مجلس النواب وكل الوزراء كان بيتم مناقشتهم من السادة النواب الافاضل تحت قبة هذا البرلمان بمنتهى الحزم والحسم وبما لهم من حق قانوني ودستوري في هذه المناقشة وكانت المناقشات بنفس دات السخونة والحماوة بتاعت انبارح طيب اتنين يقولك مصلحنا بقى ملاحظين انه الاعلام ومجلس النواب سنوا سننهم على الحكومة فيطلع شوية ناس زي بتوع الاخوان على منابرهم ومنصتهم وبرامجهم وكل الكلام الفاضي بتاعهم يحاول يقنعك انه ده جاي بتوجيه طب جاي بتوجيه ازاي اذا كان ده بيحصل في مجلس النواب بقاله ثلاث سنين طبعا واحد يقولي على رأيي كابتل محمد لطيف الله يرحمه واحد يقولي طب ماهو الاعلام المصري والصحافة المصرية ما كانتش شدة على الحكومة اوي كده ما كانتش شدة على الحكومة اوي كده لانه فيه خلال الثلاث سنين اللي فاتوا على سبيل المثال كان الاداء الاول جيد ما نقدرش ننكر على الاطلاق على الاطلاق بل بالعكس مستوى الاسعاد كان بدأت تنخفض سعر صرف العملات الاجنبية امام الجنيه كان بدأ ينخفض الجنيه كان بدأ يستعيد عافيته الى اخره لما حصل موضوع كورونا فكنا قدرين نتفهم جدا انه المشكلة الرئيسية هي الكورونا وهو حق ثم اتت الحرب الروسية الاوكرانية فتسببت بازمة فوق الازمة الاولى اللي هي ازمة الكورونا وهذا حق وهي ازمة عالمية يعاني منها الجميع اي حد في حضراتكم هو بيسافر قريبه بيسافره سوف يجد ويتأكد ان الاسعار في كل دول العالم بعض الدول زادت فيها الاسعار الدبل بعض الاسعار تلت اضعاف بعض الاسعار اربع اضعاف وانا ما عنديش ادنى مشكلة اجيب لك الاسعار من جوه المحلات بدأ من الولايات المتحدة الامريكية لا الاتحاد الاوروبي للخليج العربي لدول جنوب شرق اسيا الكل يعاني من هذه الازمة لكن لما الطرفين هنا اللي هو اعلام وصحافة مصرية من ناحية ومجلس النواب من ناحية وجد ان للحكومة بعض الاداءات بعض القرارات بعض السياسات للأسف الشديد لا تصب في مصلحة المواطن فحصة اتفاعات سعرية فلازم الاعلام يتكلم انتوا عايزين ان نسكت بجد يعني احنا لو سكتنا هنبقى حلوين طيب لما نيجي نتكلم نبقى وحشين يعني انا مش فهم احنا وحشين امتى وحشين لما نتكلم ولا وحشين لما نسكت طيب احنا حلوين لما نتكلم ولا حلوين لما نسكت نفس القصة مجلس النواب بالمناسبة لم يتخلى عن هذا الدور وبالمناسبة يعني ما تظلمش المجلس لانك انت اللي مش متابعة بس هي المسألة بسيطة يعني اليوتيوب ذاكرة لا تهدأ تيك توك ذاكرة لا تهدأ ولا تنمحي انستجرام فيسبوك ادخل وشوف كلمات النواب من اللحظة الاولى عن عقاد هذا الفصل التشريعي وحتى جلست الامس مجلس النواب مفيش مرة الوزراء جم وكان المجلس قاعد عمال بيتطب عليهم ولا حاجة اطلاق هتك تقولي بس اصل ساعات هقولك مجلس النواب عبارة عن ايه هو عبارة عن مجموعة من النواب كل منهم يمثل طياره الخاص مش بس بقى انه ده في حزب اغلبية وفي حزب والماركز التاني مش حاجة اسمها كده بالمناسبة مش حاجة اسمها انه والله قد تكون بعض احزاب الاغلبية متوافقة مع الحكومة في بعض قراتها واحيانا اخرى تختلف مع الحكومة في بعض قراتها وده جزء من طبيعة العمل السياسي لو انت متصور انه الاغلبية شغلتها انها تقول بس ايوة الحكومة حلوة وجميلة اقولك لا غلطة وحزب الاغلبية في مجلس النواب طالما الحقيقة شد ايده وتقل ايده على الحكومة مرة واثنين وثلاثة وعشرة واحيانا اخرى يتوافق معاها وهكذا بتستمر الدائرة من يمين المنصة يعني يمين سادة المستشار حالي في جبالي كده تفضل لحد ما توصل لأقصى يسار المنصة اللي بيشوف العبد اللي انه بيقعد في الحتة دي حلو فتلاقي ايه بقى تلاقي انه طبعا أقصى اليسار هم الأشد وطأ في نقدهم ومراقبتهم ومحاسبتهم للحكومة ده طبيعي وبيحصل كده في الدنيا عايز تتفرج على جلسات نواب تتفرج على مجلس الهون بريطاني بيعمل ازاي تتفرج على كونجرس الامريكي بيعمل ازاي وتتفرج على البرلمان المصري اللي لينا شرف انه ده شكل أداءه انه ده شكل أداءه ان هذا النقد الحاد موجود تحت قبة البرلمان للحكومة يبقى انت لازم تبقى سعيد لما تجد الإعلام والصحافة المصرية على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وطبائعهم وخلطتهم لو صح التعبير وانتبقاتهم وميولهم السياسية ينتقدون الحكومة لأنها تأخذ أمر ما بقرار ما قد يلايصب في مصلحتك كمواطن زي مسألة الأسعار يبقى انت لازم تبقى مبسوط من الإعلام بتاعك وتسق فيه لأنه لو صمت يبقى فيه مشكلة لو اتكلم ما تخلقش انت من ده مشكلة وتقولي أصلا هم بقى كده وجهوك ولا ايه يا راجل يا راجل يا طيب تاني الصحافة المصرية بكل أشكالها سؤال زكاية تلفزيون زاعة آآ صحف مواقع إلخ 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 بتقوم بدورها لمصلحتك أولا أولا مجلس الواب بيقوم بدوره أيضا لمصلحتك أولا هل الحكومة دائما على خطأ؟ لا الحكومة عندها حاجات كتير مصيبة فيها الحقيقة والحكومة الحالية اللي بنتكلم عليها دي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الحقيقة تحملت ما لا يتحمله بشر تحملت كم ضغوط غير طبعية غير طبعية حلو؟ ده مما لا شك فيه قامت بدور اقتصاد كويس جدا وشالت أو قدرت تمشي البلد في ظروف شديدة الصعوبة ما احناش مختلفين هل ده معناه ان هو الحكومة كده يعني هي الخير المطلق واداء مبهر طول الوقت وقال لا اكيد فيه عندها حاجات اكيد فيه عندها حاجات لانها حكومة من البشر ليست من الملائك زي ما احنا كمان مزعين وصحفيين من البشر ولسنا من الملائك زي مجلس النواب كمان من البشر وليسوا من الملائك نحن نعمل ونجتهد نصيبه احيانا ونخطئه احيانا ولكم علينا حضرتك المشاهد لكم علينا حق التصويب طبعا لان احنا في النهاية في خدمة سيادتك طيب